أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم شارقة بصفته رئيس مجلس الشارقة للإعلام قرارا إداريا بتكليف الإعلامي محمد ماجد السويدي للقيام بمهام مدير قناة الشارقة الرياضية بالإنابة ويأتي القرار استكمالا لثقة مجلس الشارقة للإعلام بالكوادر الإعلامية الإماراتية حيث ينضم السويدي للإعلاميين الإماراتيين الذين يقودون مسيرة الإعلام في قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والتي تضم أربعا من القنوات المرئية وأربعا من الإذاعات المسموعة ويمتلك محمد ماجد السويدي رصيدا من الخبرة يمتد لأكثر من 15 عاما منذ التحاقه متدربا في تلفزيون الشارقة عام 2007 حيث تم اختياره ليكون مديعا وهو ما يزال طالبا في كلية الاتصال بجامعة الشارقة والتي تخرج فيها عام 2009 وأقدم خلال رحلته الإعلامية العديد من البرامج الحوارية والمباشرة ترجمة نانسي قنقر